عقد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي مباحثات ثنائية موسعة مع نظيره الجيبوتي والصومالي يأتي ذلك في إطاريز ديارة التي قام بها وزير الخارجية إلى دولتي جيبوتي والصومال على أولى رحلاته للنقل الوطني لشركة مصر للطيران لتدشين خط الطيران المباشر بين الدول الثلاث وكما أشار وزير الخارجية إلى النتائج الإيجابية المنتظرة من تسيير هذا الخط والذي تضمن دعم أواصر العلاقات على المستوى الشعبي والإسهام في ترفيع مستوى التبادل التجاري وتحقيق قدر أعلى من التربط بين المستثمرين والقطعات الاقتصادية بين الدول الثلاث